بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أبناء أنا طلابنا طلاب مدارس طبوك الأهلية النموذجية الصف الثالث الابتدائي ولنستكمل بإذن الله تعالى دروس الفصل الحادي عشر ودرسنا اليوم بإذن الله هو درس اختبار منتصف الفصل بإذن الله السؤال الأول والثاني اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون بالأخضر ثم اكتب الكسر الذي يمثل الجزء غير الملون بالأخضر السؤال الأول هنا نلاحظ أن عدد الأجزاء كلها التي سوف نكتبها في المقام هو الأجزاء الملونة بالأخضر وغير الملونة بالأخضر في السؤال الرقم 1 يكون المقام كم صحيح 4 والبسط عد الأجزاء الملونة باللون الأخضر، كم جزء ملون بالأخضر في السؤال رقم 1 6 فيصير الكسر نعم 3 من 4 أو 3 4 أما الجزء الملون بغير الأخضر كم جزء 1 من المجموع 4 من الكل 4 إذن يكون الكسر الذي يمثل الجزء الغير الملون بالأخضر هو 1 من 4 أي ربح وبالمثل هذا السؤال يا ابنائي هو السؤال الثاني الجزء ملون بالأخضر كم؟ واحد صح من اثنان نصف ويساويه أيضا الجزء الملون بغير الأخضر وللإجابة على السؤال الثالث والرابع يجب علينا أن نرسم صورة لتمثيل كل كسر السؤال الثالث نمثل صورة للكسر ست ممكن أن نرسم مستطيل ونقسمه على حسب المقام المقام هنا كم؟ المقام ستة إذن نقسم المستطيل إلى ستة أجزاء متطابقة ونلون منها كم جزء؟ انظر إلى البسط البسط موجود به الرقم واحد فيكون الجزء هو جزء واحد نلونه باللون أي لون التفضل هي والذي فيصير الكسر واحد من ستة بالمثل السؤال الرقم أربعة أربعة هنا كم جزء يكون متطابق يمثل للكل؟ خمسة نرسم مستطيل ونقسمه إلى خمس أجزاء متطابقة ونلون منها ثلاثة حتى يصير الكسر ثلاثة أخماس والآن السؤال الخامس قصنات فطيرة ثمان أجزاء متساوية أكل منها جزءان اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي وليس المأكل المتبقي منها أولا يجب أن نحدد الجزء المتبقي أكلنا من الثمانية أجزاء أكلنا جزءان نستخدم الطرح فيكون ثمانية ناقص إثنان يكون الناتج ستة المتبقي ستة من كم؟ من الكل الكل ثمانية فيصير الكسر هو ستة من ثمانية أي ستة أثمان والآن السؤال السادس الاختيار من متعد انظر إلى الرسم ونلاحظ الكل والجزء الكل هنا يمثل العدد كلها الملوم بالأخضر وغير الأخضر ثمانية صحيح والملوم بالأخضر كم جزء ملوم بالأخضر؟ الجزء هنا خمسة أجزاء لونة بالأخضر وسلاسة غير ملومة فلنقرأ السؤال ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل في الشكل التالي؟ الجزء المظلل أو الملوم باللون الأخضر الخيار ألف نصف باء خمسة من تسعة جيم خمسة من ثمانية اختيار دال ثلاثة أثمان أيهما تكون الخيار الصحيح؟ صحيح الخيار الصحيح هو جيم خمسة أثمان لأن لولنا خمسة أجزاء من الكل من الكل كم الكل ثمانية صحيح والآن السؤال السابق لدى تركي سبع مجموعات من أوراق الملاحظة اللاصقة خمسة منها زواتة لون وردي وواحدة خضراء وواحدة زرقاء فيصير المجموع فعلا سبعة خمسة وردي واحدة خضراء واحدة زرقاء فيكون المجموع سبعة أجزاء اكتب الكسر الذي يبين مجموعة الأوراق غير الوردية غير الوردية كم واحدة غير وردية؟ إنها الزرقاء نعم والخضراء أي إثنان إثنان من الكل سبعة أي إثنان من سبعة أو سبعان والآن أكمل كم من ستة يساوي إثنان من إثناش كم نكتب فوق الستة؟ الإجابة الصحيحة هي كم؟ صح واحد أي أن واحد من ستة يساوي إثنان من إثناش السؤال رقم تسعة ثلاثة وأربعة يساوي كم؟ ثم نكتب فوق العدد الثمانية في المربع الرقم المجهول هنا هو كم؟ يا ابنائي ثلاثة أربعة تساوي صحيح ستة أي ستة أثمان السؤال العاشر كم ستس يساوي إثنان من ثلاثة؟ نعم أو ثلثان نكتب فوق الستة في البسط؟ صحيح نكتب العدد صحيح أربعة أي أربعة أثناث تساوي ثلثان السؤال الحادي عشر الربع يساوي كم من إثنى عشر؟ الربع يساوي كم من إثنى عشر؟ ثلاثة من إثنى عشر؟ صحيح صحيح إجابتك صحيحة يا ولدي السؤال الثاني عشر اكتب كسرا مكافئا للكس كم؟ اقرأ هذا الكسر؟ نعم سدوسان سدوسان أو إثنان من ستة؟ وعليك أن تكون برسم هذا الكسر الذي يمثل كسرا مكافئا للكم؟ للسدوسان وعليك أن تكون برسم ممكن أن تكون مستطيل أو دائرة أو أي شكل تفضله؟ عليك أن تكون بتمثيل هذا السؤال باختيار أي شكل تفضله وترسم كسرا مكافئا للكسر سدوسان والآن السؤال الثالث عشر اختيار من متعدد أيضا أي شكل من الأشكال الآتية يمثل الجزء المظلل فيه النصف؟ هل هو السؤال؟ الاختيار رقم ألف أم باء أم جيم أم دال؟ هل ألف الجزء المظلل هنا النصف؟ ليس صحيح باء هل الجزء المظلل النصف؟ ليس صحيح إنهم جزءا فقط هل جيم صح؟ الإجابة هي جيم نلاحظ أن جيم هو الجزء الصحيح الذي يمثل مع صحيح النصف لأنها فعلا نظللنا أربعة أجزاء من المجموع أو من الكل كم ثمانية أجزاء وإلى هنا يا أبنائي ينتهي درسنا اليوم وعليك يا ولدي أن تكون بتمثيل المطلوب منك هو في السؤال ما سنة الثاني عشر أن ترسم كسرا يكافئ الكسر سدوسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته